السلام عليكم انا دينا شعراوي وديه الشانل بتاعتي بوليمر كرابت النهاردة هنكمل بقية المشروع اللي بدأنا فيه الأسبوع اللي فات يعني احنا هنعمل العشة اللي تحت التوص اول حاجة هنحتاج سلصال لونه اخضر علشان خطر يكون الزرع اللي تحت العشة نفسه وده هناخد السلصال ده نفرده ما يكونش سميك قوي وما يكونش رفايا قوي وهنحطه في الطبق وبعد كده هنبدأ نشتغل عليه او ندوس عليه بالنيدل طول عشان يدينا تأثير الزرع نحاول نزبط فيه بحيث ان ما يبقاش فيه اماكن ما فيهاش لون اخضر تاخد شكل الدايرة تماما ونبدأ بقى بالنيدل طول على فكرة انا عاملة فيديو ازاي نعمل النيدل طول اللي انا عاملها النفسي دلوقتي دي فيها خمس سنون عشان خطر تختصر عليها وقت الفيديو اللي انا عاملها فيها سن واحد بس هي نفس الطريقة كده كده نفس الطريقة سواء سن واحد او اكتر من سن بالوقتي هنستعمل الاكسترودر وهنحط فيها سلصال لونه بني علشان خاطر نعمل بيه العيش انا عملتها على الخروم اللي هي الرفياء الصغيرة خالص عشان تطلع لي خطوط كتير رفياء زي بعض هفرقهم عن بعض عشان امش عايزهم يبقوا لازقين وهارجعلكو التانية واريكو هنعمل ايه بعد كده بعد كده هاخد الخطوط الرفياء بني دي واحطها في الفرن اسويها انا عايز اسويها على الاخر خالص يعني هسيبها في الفرن لمدة نص ساعة على درجة حرارة 130 لان السلصال اللي انا مستعملين مراتي هو بروتو وبعد كده هاخد سلصال تاني لونه بني برضو وابدأ اشكله بايدي على شكل الهيكل نفسه بتاع العيش انا استعملت البولت هول الكبيرة علشان خاطر يديني شكل العيش يبقى سهل علي هيبقى كأنه طبق يعني نحاول نرفع فيه من الجناب بعد كده هناخد السلصال اللي هو الطويل اللي احنا كنا نعمينه ده ونقصه بالمقص زي ما انتو شايفين لا طويل اوي ولا قصير اوي بالراحة خالص احنا سونا عشان خاطر نعرف نجيب الشكل ده بسهولة موسيقى 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 ونحطه على شكل العيش الهيكل بتاعنا اللي احنا عاملينه باستخدام الليكود سكالبي او اللي هو السلصال السائل يعني بالفرشة هنبدأ ندهن الهيكل بتاعنا اللي احنا عاملينه ده هنحط كمية كويسة عشان خطر انا عايزة قطعة السلصال المستوية اللي انا عاملاها دي القطعة الرفياء خالص دي نحطها وتلزق هنقع نزود كل شوية كمان من السلصال السائل ده او الليكود كلي ده علشان خطر نتأكد ان القطعة اللي احنا حاطينها دي بقت سبتة مش هتفوك مننا بعد السوا زي ما شوفنا هنضغط كمان كل ما نحط من الليكود كلي كل ما نقعد نضغط كويس جدا بالبولتول بس هنثبته بقى على السلصال الاخضر ونبدأ نحط من الليكود كلي او السلصال السائل على الجناب كمان مايبقاش بس في النص وهي كمان الجناب دي برضو هنحط عليها من الشرايط اللي احنا عاملينها دي موسيقى اشتركوا في القناة موسيقى كده نبقى احنا خلصنا الجزئية بتاعة العيش نفسه عايزين بقى نعمل البيض اللي هنحطه على العيش انا هعمل تلات بيضات صغيرين هوريكوا اول واحدة وانتو هتعرفوا طريقتهم بعد كده هي بسيطة خالص يعني الاول هنكورها ونخليها سميكة من ناحية ورفيها من ناحية هناخدهم بقى وهنستعمل السلصال برضو اللي هو السائل وبردو هنلزق بيه التلات بيضات جوه العيش بتاعنا ده اللي احنا عامينه ونتأكد ان كل حاجة سليمة وملزقة مظبوطة بسيطة شغلا اشتركوا في القناة بعد كده نجيب الوان البستل ونبدأ نلون البيض على خفيف خالص عشان يدينا تأثير يعني انه هو بيض حقيقي مش مجرد لون ابيض وخلاص فانا خدت لون جري ولون اصفر فاتح لون رماضي ولون اصفر فاتح علشان خاطر يدينا تأثير البيض الحقيقي اشتركوا في القناة وبس كده احنا خلصنا الدرس بتاع النهاردة ده هو الشكل النهائي عبارة عن التوص وبيتحط فوق البيض كأنه الام هي يعني بتحمي البيض بتاعها انا حبيت بعد كده ان انا ازود على العش بتاع البيض ده شوية ورود سوغنونة عشان خاطر تدي شكل حل لو انتو مش حابين تحطوها مش مشكلة دي يعني حاجة اوبشن جدا وبس احنا كده خلصنا الفيديو بتاع النهاردة لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يجيلكوا كل جديد ولو في اي كومانت عايزين تقولوا هالي بليز اقولوا هالي تحت مرسي باي باي